موسيقى حياكم الله حلقة جديدة من برنامج شتحب اليوم ضيف رائع ومميز نجم من نجوم الدراما والمسرح وفنان كبير نحن نتعرف عليه من خلال البرنامج نرحب أجمل ترحيل بالفنان حياك الله أستاذ موسيقى نرحب بك أجمل ترحيل بالفنان غانم حميد كريم الجابري نعم والنعم منك سيدنا طبعا الجابري هم متوزعين بالعراق كل مخفضاتنا أكوا من الناصرية أكوا من العمارة من البصرة أكوا من النجف أنت من وين؟ من النجف طبعا أولادك النجف أولادك النجف أولادك النجف أولادك النجف مدينة أميرومني سلام الله علي سلام الله علي هو الجابري موسوي نعم الموسوي الجابري عجب كتبت الجابري موسيقى عادة هو اللقب اللقب الجد الجد الأقرب الموسوي تقدر تكتب العلوي الحسيني تبعد كلهم طبعا أبو هاشم سيدنا أبو هاشم سيدنا منواني بالخامس أجيت بس هذا الرسمي الرسمي هذا يعني الخامس يعني برج الثور برج الثور برج الثور طموح ما ينكسر بسرعة تؤمن بالأبراج؟ لا بالقراءات أو من بسموك الأبراج يعني بعض يقرؤون هكذا الأبراج تقول هكذا التوقع يقول هكذا هم عايشين على هاي الأشياء ما يطلع على قول يوم يسير بك شما يخير سكن نجف الأشرف ما تعنيك مدينة النجف بذكراتك بها تفاصيلك؟ والله يا سيدي النجف لها تأثير عظيم في حياتي تأثير مهم في تكويني تأثير مهم حتى في تجربتي البشرحية والدرامية وتأثير في قدرة اكتشافي لقيمة الفن ومساحته وتأثيره في أن يكون يعني عامل مؤسس للتغيير أنا لم أقترب من الفن لأنه فن أنا اقتربت من الفن لأنه مؤثر لأنه يستطيع أن يغير يستطيع أن يعطي شهادات ورسائل وأحداث كبيرة سواء تخص الفرد أو تخص الأحداث التي مر بها طيب أنت معدكم من عائلة تمون عائلة فنية أنا لا بس المدينة النجف مدينة بيئة دينية وليس تقول مثلا بغداد والفتاح والتفاصيل شلون قدرت تخترق هذه الأشياء والحواجز أكثر الموجودين في مدينة النجف بعضهم مسرحيين وبعضهم شعراء مهمين وليه في عشيرة أسماء مهمة على مستوى الشعر والمسرح أيضا استطاعت النجف أن تؤثر في البعض وأنا منهم في أن يكون مؤثر في مجال المسرح الطقس هناك مؤثر وجود قبر الإمام علي عليه السلام لتأثير الكبير الصلوات العادات على مستوى الأدب على مستوى الداع يعني يظهر في أشياء كثيرة وأنا واحد من الناس اللي تأثرت وأثرت في هذه الميادين بحيف تجربتي الفنية وأنا صبي استطاعت أن تستطور وأن يعني تعبر مراحل كبيرة وأنا في سن لم أكن كبيرة في وقتها من أين ومتى بدأت؟ من النجا في السبعينات يعني عمرك صغير مثل ما تحدثت أي في السبعينات يعني في السبعينات من اللي اكتشف هاي البذرة مثل داما هسا الفنان أو الرياضي من المذرسة تكون البذرة الأولى فأنت من اللي اكتشفك؟ هي نهاية السبعينات أعتقد كما غيري ابتدأت في التقليد كنت أتأثر بما يظهر في التلفزيون يعني كنت في بعض بدايات الحياة كنت أقلق بعض الشخصيات ويبدو المسرح أخذ ما أخذها وأنا طالب في الابتدائية الشخصية تأثرت بيها تأثرت كثيرا بالطقس النجفي وأجواءه يعني الأجواء الالتشابيه شنو؟ كلها إلها أثر أنا يعني ماكو شخص تأثرت كثيرا يعني ماكو شخص معين الأجواء المدينة الدينية تؤثر فيها التشابيه محرم وحده هو طقس آخر يعني تعرف حضرتك صح ثلاثة أشهر فالشيء مختلف ومميز حتى المنع كفلسفة كان فيها قيمة جمالية كبيرة باتجاه الشخص ومعكو هذا الفضاء الواسع وهاي القرآن ولكن 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 لونك قلمات أصلا قلمات تدري حضرتك بعد التغيير صارت كان المسرح وحده هو فن قائم بذاته إلى حد ما طبيعة النشاط المدرسي كنشاط استطاع يؤثر فينا ويعمق فينا هذه التجربة يوسعها الثقافة والقراءة وهي الأشياء الهدور يعني تبزورك تقرأ نعم أنا أخواني أخي وأختي كانوا مهتمين في هذا الشاب الصغير الصبي لأنه هو هو اهتماماته مؤثرة وعادة ما كانت القراءة ملجأ يعني أنا في المتوسطة والإعدادية وأنا أقرأ الروايات وستطاعت الروايات أن تؤثر في ملكتي أن تؤثر في ثقافة العامة قراءة جدا مهمة نعم أهم منجز بمسيرتك هاي كل كل تجارب المسرحية كل تجارب المسرحية مهمة وبعض من تجارب التلفزيونية وبعض من تجارب التلفزيونية الأقرب لك البعض يقولون مثلا غانب حميد مخرج مسرح ومثل مسرحي لا يشق له غبار وأيضا ممثل جيد بالدرامة لأن داما المسرح تشوفه يعني ما نادرة يقى ممثل بالمسرح وبالدرامة جامحنا اثنين هنا شوف أحشيلك سيدي أنا في المسرح أعتقد مهمتي في المسرح أتدأت في المسرح أثرت في المسرح استطعت أن أؤسس لي منهج معين في المسرح ومتى منعت في سنة من سنيني في بغداد منعت من أن أقدم مسرح لأنني قدمت تجارب مثيرة ومنعت أكثرها منعت من أن أعمل في المسرح لجأت إلى التلفزيون يعني ذهاب إلى التلفزيون كان محظة صدفة إيه لكني أيضا عندما ذهبت وقدمت شخصيات حظر بتكشفتها بعته مؤثرة في الشارع العراق حد لأن تعرف مؤثرة قليلة لكنها مؤثرة صح هو هذا الاهتمام بالنوع نوع أهم نوع أهم نوع أهم حتى على مستوى المسرح على مستوى المنجز الفني كله النوع يؤسس لك ثقافة النوع يؤسس لك منهج النوع يؤسس لك مجال تستاخي ما تسحك ما يسمونه هذا السحك تسحك مو؟ نعم التالي تتحلم معنات الشيخ أخذني شعب أستاذ غانم أهم النجوم التي اكتشفتهم بالمسرح وحاليا أسماء مهمة والله تشوف أحكي لك المسرح العراقي مؤثر من زمان وما يزال يعني في عندنا شخصيات مهمة بالمسرح العراقي سواء كانوا أساتذة أو كانوا ممثلين مؤثرين وكانوا مخرجين أيضا استطاعوا أن يؤسسوا لقيمة المسرح العراقي حتى أنه صار علامة من علامات المسرح العربي يعني عندنا أساتذة كبار عندنا ممثلين كبار عندنا علامات علامات حتى في التدريس مؤثرين علامات على مستوى في بعضهم على مستوى المسرح والتلفزيون المؤثر تمام آخر شي يوم بحياتك لن تنساه لمعد غير تكتف في حياتك اللغة العربية جدا مهمة أيام كثيرة بحكم تعدد الأحداث وتطورها أنا حياتي فيها أكو أكشن بحياتك أكشنات ولذلك ما عندي يوم لن أنساه في عندي أيام كثيرة لن أنساه بعضها مربح لي ككائن كون أنه قدمت تجارب مسرحية مهمة مثلا وحدة من الليالي ليلة الهديانات عام 1993 ليلة مهمة جدا وأنا أقدم أول تجربة لي باسم الفرقة القومية كانت عفوا الفرقة القومية التمثيل الآن يسموها الفرقة الوطنية التمثيل وكانت ليلة مهمة جدا وحدة من الليالي وحدة من الليالي جميل نرد الأشياء الإيجابية مرد اليوم سيئة الفكرة الفكرة أنه أنه تلون هذه الليالي يعني وحدة من الليالي في حادث معين يعني أصبت بطلق ناري في رأسي يعني هاي اللي محد يعرف بها على فكرة وعدين الله سبحانه وتعالى نجاني يعني يعني أكو أكو فيها فيها يعني ليالي مهمة وليالي فيها المهم فيها حدث إن شاء الله أيامك كلها سعادة وأفراح حلال رأس يا حبيبي سيدنا وفناننا العزيز وصلنا إلى ختام هاي الفقرة فقرة هي اللي استمارة بس ما شاكستا كان خسب هاي الفقرة بس ضام لك ضامة زينة أنا مستعد لي ها أخو فاطمة والنعم لك سيد حبيبي أكيد مستمرين على كحبة المشاهدين وضيفنا الرائعة غانم حميد لكن بعد الفاصل أكيد رجعنا لكم بعد الفاصل ونرحب أجمل ترحيب بنجمنا وفناننا غانم حميد حبيبي حباب راسي عشباب حسنا وصلنا إلى فقرة شتحب اللي هي اسم البرنامج زينة هاي فقرة شتحب بيها ثلاث أظرف زينة تختار من خلال المظرف وبيها الأسئلة اللي خالي إياهم زينة شوف الدخل هاي ما تختار؟ أنت بالطوّة أنا بالطوّة هذا أول واحد لماذا تختار هذا اللون؟ تحب هذا اللون؟ ما يعني ميل هاي ميل هاي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الفقرة المعدة قولها للهقالب قوي شنا رايح يل الساحة الليمن عارك أول سؤال لو يرجع بيك الزمن شو تحب تمثل مع أي جيل؟ جيل السبعينات أم جيل التسعينات أم جيل الحالي؟ هو ده على مستوى التلفزيون فأكيد هاي الأجال أكثرها موجود بحكم أنه أكو أب وأكو أخ وأكو ابن وأكو صديقة وأكو أم بالتالي أكيد سيصير كل الأجيال موجودين بهذا بهذا السؤال بهذا السؤال يعني جيل حالي جيلة كل الأجيال كل الأجيال كل الأجيال حكم الأدوار يعني هو الفني الشيء الوحيد اللي مثلا ما ينتهي الصلاحية الفنان طبا مثلا الرياضي فترة معينة وغير إلا الفنان الفنان لأنه متغير وبالتالي كل ما يعطيه به قيمة صح لذلك تراه متطورا مستمرا أستاذ غانم لكن الأعمال السابقة كان بها الصدق بها رسالة حقيقية ما يبحثون مثلا هسه حتى المخرجين وغيرها يبحثون عن شاب وسيم لعب حديد يجيبون بطل في سبيل أنه يجيب شو في سبيل السوشال ميديا قبل ماكو هاي الأشياء الكار يعني تعتمد على الكارزما قبل الرياكشين الممثل البارع اللي يؤد صاح هاي الأشياء بدأت تتلاشى التلقي وما يطلب ها نعم يعني الخلل مو بالمخرج أبدا مو بالمخرج ولا بالجمهور كل جيل إلى متطلباته مش خلل أنا في رأيي أبدا كل جيل إلى متطلباته وإلى آراءه وإلى ذوقه الخاص وإلى خياراته صح نعم أستاذ غانب شنو يسر أعمالك أغلبها بها غسالة بالماء شوف فعلا يعني كثير ما يتسائل البعض حتى بحركة النقد المسرح العراقي كثيرا ما قالوا أن معظم تجاربك فيها مفردة الماء كأساس يعني أكثر تجاربي بصراحة أنا علاقتي بالماء علاقة خاصة بحيث ضليت أسأل أخواني وقواتي وأمي قبل ما توفى الله يرحمه والديك اكتشفت أنه والدتي وهي في حملي يعني أنا آخر عيال أبوي أنا أصغر واحد أها أنت يعني المدلل المدلل في حمل والدتي بيه كانت يعني تنتابها شيء من الحرارة الغريبة عجيبة فكانت تدخل بالنهر تدخل في النهر حتى تبرد نفسها حتى قالوا لهذا الحمل يعني فيه تفاصيل إليك في حياتك بحيث يتعليك في حمى مستمرة شنو سره قالوا هذا سره بهذا الولد سره هذا الولد دم حار أو راس حار مهار هاشمي بعد التحياتي أيوه أيوه دائما يقولون هاشمي أو السيد يكون دم حار حتى ذا كان طفل أو هيت فالتراسك حار عصبي له وهادي لا يبدو يبدو هي علاقة فسلجية بينه وبين والدتي وبينه وبينه الله يرحمها الله يرحمها فتخلي الماء بكل أعمالك خيار يعني أستاذ غانم نسمع أن الفساد الإداري وصل حتى إلى مجال الفن لو كنت الآن مشترف المسرح العراقي شي تحب تسوين تعديلات هو وفعل لك فساد؟ لا هو المشكلة أنه تحول الفساد إلى ثقافة عامة وبما أنه القانون ضعيف وبما أنه أصبح الموضوعاته مو مخجل طبيعي والناس سؤال بيه لا والله هو مخجل ومسيح أن أحدث بي يعني مو مو يتحدثون بي بدون خجل ووظيفة من الوظائف يعني يعني نسمو مثل ما أراد الخالق عز وجل الخالق عز وجل أتى بأكثر من كتاب وأكثر من نبي حتى يعدل من مسيرة الإنسان صح وأخطاء وميولة الخطأ في صفحة والسلوك الغير سوي في صفحة أخرى يعني مع الأسف أن تتحول الحياة العراقية الآن أو يتحول الفساد إلى ثقافة عامة صح والذي مش عادل يقولون هذا عذر المفردة عجيس أو مصدق بالقضية هذا اللي يعني يكون منبوذ ولذلك يعني بدلنا أن نتذكر تربية الأب نسموه بالأب نسموه بالدين نسموه بالتربية العامة نتخلص الفرد من مصيبة كبيرة اسمها الفساد فعلا أنت نجفي الأصل والهوى نجف كانت تسمى بانيقية نعم بانيقية هل مارست الشعائر الدينية وتحديداً ما تحب من تلك الشعائر؟ يعني كنت تحضر التشابيه مثلاً كنت تروح مشي بزيارة الأربعين أو هاي التفاصيل التقوس على فكرة يعني شيء من المسرح التراجيدي في هذه الشعائر جميعها هي التشابيه التشابيه وغير التشابيه واحد مرات تكون أشياء خارج النص لا لا هو التشابيه واحد من محطاتها يعني في التشابيه وفي المواقب الحسينية الكثيرة وفي حواديت المعركة أصلاً وكيف كانوا يمثلوها يعني أنا طفولتي كان لي حظوة في أنه مارست بعض من هذه التشابيه أحضرت بعض تلطم هاي التفاصيل أحضرت بعض الوقاع تقلدت تحضر المجالس الحسينية اللطم وغيرها والضرورة طبعاً لأنه تربية المدينة هكذا الشعراء اللي موجودين عبود غفلة غيرهم هاي الأسماء المهمة تقاري لهم؟ أنا مو كنت أحفر لعبد الربرادوت كنت أحفر وأنا صغير ملا وطن ملا وطن، فاضل الرادوت على صغر عمري بس التلقي كان حي ونابض اتجاهه طيب أستاذ غانم أنت منقسم بالحب بين التلفزيون والمسرح بصراحة من تحب أكثر منهم؟ المسرح أولاً والمسرح ثانياً والمسرح ثالثاً والتلفزيون أعود بالرابعة طبعاً لكن التلفزيون هو اللي وصلك للجمهور التلفزيون هو اللي مثلاً هاي ما يعرف غانم حميد خلال التلفزيون، المسرح محصور بجمهور مثلاً يشوفونا 3000 ألفين أو بالنخبة هو الفرق بين المسرح والتلفزيون أن المسرح نذهب إليه حتى نشاهد الممثل والتلفزيون يدخل إليك حتى يريك نفسه يعني في التلفزيون غير الكبير الشهرة تصير أوسعة بها وأكثر صح استاذ غانم دائماً أسمع كلام يعني أنا أنبي يا طبيعي نحتي تشيم اللي يصير قدامي لا أجمل أشياء يجوز قوي يستحون أحكوها ليش ناهم أن أسمع مفردة؟ أوه .. مسرح فقر مثلاً أممثل بدأي تشتغل تلفزيون أو الدراما معاوض الله خلصنا فقريات شنت حصر علي ليل في دينار حركة الثقافة العراقية لحد الآن فعلا هو المسرح فقر؟ لا لا غير مجدية يعني شنو غير مجدية يعني الفن ما يخليك تسكن ببيت مهم الفن ما يعيشك ويعيش عائلتك بشكل محترم في العراق هذا بصراحة نسمو بالمستقبل لأن يكون لحركة الثقافة وحركة الفن العراقي التساع حتى ممكن يعني هذه قضية لها علاقة بالتطور الحضاري بالتطور الثقافي وبالإمكان مثل ما حاصل في العالم لما يكون الفن له قيمة المسرح له قيمة أكبر التلفزيون له انتشار أكبر أعتقد بالإمكان أن يكون الفنان غني 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 كبير يعني أستاذ غانم ما إضاف لك الفن؟ استفاديت من أنت عن نفسك؟ ماديا لم أستفد تماما ما زلت أجلس وأسكن في الإيجار وكثير من السبب استاذ غانم البعض يقول مثلا أكو فنانين مثل أسماء مهمة غانم حميدة أسماء مهمة مثلا لزمو مال أحمر مثل ما يقولون لكن هو مبذر مثلا هذا الشاعع عني على أقل هو الشاعع عنك أنا 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 قد أكون مبذر مثل ما زميدة قد أكون مبذر لكني كنت أعتقد أو أؤمن لأن عائلتي كبيرة أولادي الله يحميه تتعرفهم استطعت أن أربيه بتربية حقيقية تعرف حضرتك الإبهات والأمهات كانوا يعلمونها في أنه نغني العين ونملأ العين في كل شيء بالتربية صح حر حتى ممكن أني فكرت واشتغلت وخسارت وهذه التفاصيل اشتغلت طبعا أكثر من مهنة اشتغلت يعني ما قدرت تنجح بالتجارة لا أنا أنا مش ناشط يعني التجارة قليلة اشتغلت فيها لكن في بدايات حياتي بدايات حياتك شي اشتغلت أنا مثلا مع أخوتي أخوتي صياغ ذهب سوقهم الذهب يعني وأبويا وراها الله يرحمه ورحمه كان عندنا مقهى وبعدين المقهى كان عندنا مطعم وبعدين صار عندنا فمدق كبير وكلهم أنا اشتغلتهم هاي هاي أيضا ضيف ثقافة المقهى اللي تقوم بيناس وتفاصيل طبعا المقهى الثراث في حياة كبيرة ثقافة المكتسبة هاي جدا مهمة ثقافة المكتسبة وبعدها يعني حتى كنا نتدري حتى كنا نصر على قضية التعليم وكنا نعمل في العطل الرسمية حتى اشتغلت تورنشي ها حلو تورنشي ايه واشتغلت سسمة دوشمشي ايه يعني اكثر من مهنة لكن المسرح وكلها في خدمة التعلم وفي خدمة الفن كها نعم عقلك المسرح نعم عقل الفن يعني قد ما هو جميل لكنه لوثة مطلوبة يعني نعم أستاذ غانم تحب استرخاء مدرسة سليم البصري هالا استرخاء اش أخذت منه أستاذ كبير والله يعني يقولون يعني البعض من التلقي يقولون أنت في منا وباش كنت مسترخي مسترخ مسترخي ومستلقي في أدائك يعني ايه وايضا في حتى في التجربة الأخيرة في رباب ايضا يقول البعض أنك كنت منتميا للدور السلبي لدرجة أننا صدقنا أنك سلبي بهذا الحد وطبعا هذه حرفة صح تقنع لكن أستاذ غانم أكو فات قضية مرات الفنان يعني بصورة عامة كمطرب أو تفاصيل أو ممثل أو عمل مسرحي مخرج مسرحي يقدم عمل أكو شخصية تقتل هذا الفنان مثلا يقدم شخصية مبهرة تكتسح الدنيا بعد يفكر شا قدم أنا وراها مثلا شوف أكو ناس صدقوا بالشخصية قاموا حتى بالشارع يتعاملون على هاي الشخصية اللي هم بيها بعد ما يقدر يعبر هاي الشخصية وتقتله هاي الشخصية أنت قدرت تخترق هاي الشخصية غير المحترف ممكن يكون هكذا لكن المبدع المبدع بدلالة يعني عملناه باش الشخصية وين ورباب وين ربابي فعلا يعني شخصيات وحتى الفارق الزمني بيناتين الشخصيات مختلفة فعلا والحالتين أكو قناعة أو أكو إقناع للتلقي صح فعلا أنت من النوع اللي لا يركز على الشهادة الفنية وتركز على الموهبة شي تحب الأكاديمي أم الفنان موهوب مثلا يجيك واحد ماستر فنون جميلة مسرح وقار الهاملت وشكسبير وهاي تفاصيل ويجيك شاب مثلا تقول له هاملت عباله أسواق ما لا علاقة بس تشوفه بمواصفات فنان كرأكشنات كتفاصيل كتكنيب يا سيدي كريم هنجيب مثل من نجومنا الكبار واللي معتهم شهادة فنية الفنان القدير والكبير سامي قفطان تحية كبيرة تحية عظيمة لكن كصوت وأداء سامي قفطان كله 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 هو نجم عراقي أول فالشهادة تكمل الشهادة بإمكانها أن تقدم الآخر بشكل ممتاز الشهادة ممكن أن يتحدث عن تجربته بقيمة ثقافية عالية أنت مو أكاديمي أنا أكاديمي يعني كخرفن جميلة طبعا هسا رامي على خطاك لكن أيضا مخرج مخرج تلفزيوني وأحمد مخرج بيت ومصور وهم كلهم مخرجين وحنين ما شاء الله مقدمة حنين إعلامية جيدة جدا خرجت إعلام بالتوفيق إن شاء الله يا رأى الله يحميهم أستاذ غانم أنت جد صرت لكن ما شاء الله ستبع عندك كاشان من حلاتك وعينك في دول عمرك أستاذ غانم نشوف جبل ابن رامي ما تحس نفسك كبرت؟ لا والله أحس منتهى الحيوية يعني يضيف لي حيوية أولادك دخلا وأيضا مجال الفن والإعلام شي تحب تنصحهم واحد واحد نبدأ بحنين باعتبارها هي الشميرة والله ابتداء أنا كنت رافض الفكرة أصلا بالذاتب ما خص البنات بالذاتب حنين لكنها استطاعت أن بصراحة الشقة الخامة وتعبر وتقدم نفسها بشكل راقي ومتاز صح لذلك كان لابد أن أعترف بقدراتها وأعترف بوعيها وعلى فكرة يعني هي الآن إضافة كونها مقدمة شيء مهم يجعلها تكبر وتكبر والثقافة يعني 24 ساعة حنين من البنات القارئات جيد جدا أهم شيء للإعلام تقرأ تطور من شخصيتها أبوها غانم حميد قابل أبوها شين مثلا يبيعلبله التحيات اللي بيعلبله وكل المهن لكن أبوها فنان وقارئ لو لن تكن هي حريصة على هذه التجربة صح أنا ما أصدر لكن خلقت ببيئة مثلا بيئة قارئ يعني أسنى مثلا بغير بيئة البيئة جيدة جدا ساعد عنود دتي عنود الله يحفظها الله يسلمك هي الساعة يعني إعدادية بس أنت هم مثل يدخل مجال الإعلام لا لا لو تسمع آراءها آراءها بالحياة والفن تماما يعني فيها تقدم وبعثية ما داخل الميدان تقول لي قصدي على الجو الجو تسمع تسمع هذه الثقافة المكتسبة جدا مهمة هذا هل تعتبر تشابه نوع من أنواع المسرح وهل تحب تمارسها سألنا هذا السؤال لكن خال النهاء المخرج المعد لكن أكاديميا لا لا هو يعتبر يعني أكاديميا مظهر من مظاهر الفن هذه الأحداث وتفاصيلها والشعار نوع من أنواع الفنون لكنها بقالب حسيني وقالب ديني هو قريب هل هو قريب على مسرح الشارع يعني مصطلح أو الفضاء مصطلح مسرح الشارع أنا ما كلش يعني حاب ماذا تطلق عليه لا ما أطلق عليه فن من الفنون البسيطة لكنه يعني ما يقترب من الفن المسرح اللي فيه حسابات وفي ابتكار وفي تفاصيل كثيرة قد هذه الدراما تقترب من مسرح الشارع أستاذ لكن بعض اعتبره قبل ما تصين هو أساس المسرح لا مش أساس هو مظهر من مظاهر المسرح نعم طيب أستاذ غانم أصحب عمل وأصحب شخصية مثلا بها تكنيك وبيها تفاصيل وبيها وظلت تقرأ وشت خايف تأديها ونجحت بها والله في شخصية شمس الخياط في مسلسل الأسمعي شخصية فصيحة شخصية مهمة جدا وكانت صعبة جدا وبالتالي الله وفقني بها واخذت جازة أفضل ممثل عليها الخوف سبب النجاح لأن اشتغلت عليها بقوة واحد من أسباب الحرص الخوف الحرص واحد من أسباب الحرص وبالتالي ممكن أن يخليك بالطريق السليم غششون قالوا تحب الأنتيكات وعندك هاي الأشياء تقتنيها أهتم أهتم بالأجهزة الكهربائية أهتم بعض قطع عدك سيارة بي أم قديمة عدي كانت سيارتين بي أم بلت وحده البي أم حتى يعني رائحتها منتصعد بي أم مختلف عن السيارات مو أكيد شيء مو صناع صناع الألمان صناع البي أم أعتقد علاقتك الروحية حتشين نبواي البي أم وضعوا السر في البي أم الآن قبل فترة شويت واحد من أصدقاء القدماء يتاجر بالبي أم بحيث طريت أن تضولي أن أقابره وقال لقيل لي وحده بمواصفات كذا وكذا وممكن راح يجيب دوعة الشيء الكاسة حاوذي أننا أخذتهم كلهم لا مشكلة يعني أنا أحب يعني أن هذا مانتهم هذا العنكبوت وهي هاي المزعجة ما لهن في ترية مضبوطين لا أعتم بس لأنه قديمات تدري حضرتك القديم قديم يعني صح لكنها ما زالت قوية ومؤثرة حتى في السائق تؤثر فيه تضع بصمتها في تكوين السائق ومحب إليها صح ساد غانم هاي الفقرة ما لشي تحب وصلنا إلى ختامها ورأيك بيها أنا رأيي بيكم كلكم حلوين وبالتالي أنت العلامة المريحة للضيف سواء قنعاني أو غير فدوا العمور أنت محب ناس حبك وبالتالي المعيد حلول كادر رطيف فكيف يصير أنت من بين أشياء جميلات حبان الله بها فزادتنا جمالا على رأسي حبيب الرحي ساد غانم فاصلوا مكملين رجعنا لكم بعد الفاصل وهس وصلنا إلى فقرة شنو رأيك؟ الجمهور يحب يعرف رأيي أستاذ غانم بالصور اللي رح نعرض لها على الشاشة فنبدأ بأول صورة يا الله العالم العراقي شنو يعني للفنان غانم خميد هذا يعني أحلامنا هواجسنا عنوان الله أكبر اللي قدست تجربتنا مع العدو مع الآخر مع أن تكون إنسان حريص على أن تحمي هذه التربة وهذا الوطن دائما نشوف العالم العراقي تبادر نشيد الوطني مو استاذ غانم أنت كهبان سرحي وفنان راضع نشيد الوطني الحالي؟ هو يعني شوف هو أيضا إلى علاقة بالتلقي المفروض مع المتغيرات في رأيه أن يكون هناك نشيد وطني عراقي خالص خالص فقط لك عراقي خالص يحترم القدرات التي مضت يحترم الشهداء الذين مضوا ويحترم المستقبل يعني يعطي قيمة المستقبل وعلى فكرة عندنا شعراء مهمين كثر وعندنا ملاحنين كثر وعندنا يعني موسيقيين مهمين في البلد وبإمكاننا أن لا نعتمد على نشيد وطني عربي احترامي للعرب بإمكاننا أن نسوي نشيد وطني خصوصيتنا عراقي فيه قيمة للوطن وخصوصية وللإنسان العراقي ثاني حسنت يعني ما يتغير النشيد الوطن وانوياك أبو الطعب المسرح شوف يعني عادة ما يسمى المسرح بقيمة الخشبة هذا العلو المعنون الذي يجعلك تعطي رأيا أو تعطي مشهدا أو تعطي قرارا هذا يعني فيه قيمة كبيرة يعني كقيمة المنبر كقيمة القرار الكرسي كقيمة الصراحة الشيء المرتفع الذي فيه فحوة وقيمة فبالتالي المسرح منبر حقيقي للإصلاح كلمة تقولها المسرح هو منبر للإصلاح طبعا أبو غالد قل لي حبك إحنا كلنا نحبك الإمام السستاني الله يطول عمره سيد السستاني بصراحة يعني وضع قيمة للتوازن قيمة لطبيعة فهم آلية ومفهوم الوطن وقدرة الإنسان على حمايته يعني يعني استطاع أن يعطي هذه الدرجة من يعني وعي الإنسان باتجاه أن يكون له وطن حقيقي واتجاه أن يكون لإنسان له كرامة وهذا الصمت وهذه الكياسة أبلغ من الكلام يعني أطى رسالة أنه بالصمت مرات يعني الصمت هو أبلغ من كل كلام كل المحطات كل شب وقت يعني كل المحطات التي مضى فيها هذا الرجل المهم والكبير أعتقد أنها مهمة ومؤثرة واستطاعت أن تأتي بأكلها باعتبار أنه سيد كبير وإمام مرجع شكرا لك الطاغي صدام حسين الطاغي أنا يعني من الناس اللي بصراحة يعني أكثر تجاربي المسرحية في بداياتها وما انتهيت إلها هي كانت مشاكسة لمفهوم الجبروت الفارغ اللي كان يحكمنا فيه وللبطولات اللي خرجت من بصراحة من بودقة الخيمة المتخلفة وأقصد بالخيمة قرارات الشيخ والبداوة هذا الرجل بدوي متخلف سطاع أن يحكمنا بهكذا مفاهيم ولم يعرف أن تكوين الإنسان أن تكوين الوطن فيه أو يحمل دبلوماسية ويحمل وعي ويحمل حرية حكم حكم الإنسان والأوطان بمفهوم واحد ولذلك كان مفهوم الدكتاتورية هو الذي نعتنا وسببنا مشاكل حقيقية ما زلنا نعاني منها أنا برأيي مفهوم الشقاوات وهو شقي ومفهوم العقدة عنده عقدة بسبب رهاصاته من هو طفل لا يوجد تكوين لا يوجد تكوين واحد بصراحة يمنح لروحه آلية الحروب ويقودها وآلية المشاكسة مع الآخر وآلية عدم الاستقرار وآلية إلغاء الآخر إلا أن يكون مريضا وشخصيته فيها مشاكل كثيرة رغم الأعمال التي قدمتها التي هي ضد صدام حسين ضد مفهوم السلطة بشكل عام لكن بسبب كلمة صارت عليك هجمة وغانق هذه الهجمة لأنه الذي تسبب بها متخلف والذي مضى فيها الآن هو نادم لأنه عرف أن من هو غانم وما تاريخ غانم ومن هو هو وكيف هو تاريخه لذلك يعني بصراحة أذني من الشوائب التي نمر بها يعني تمام الاحتلال أم عراقية ونحن مجتمع شرق في التشهي لو لا جبروت الحكم الفرعوني أسمي أنا لم يأتي المحتل المحتل أتى أخذ ما أخذ وأعطى ما أعطى وقلنا بصراحة بحاجة إلى لكن ليس بهذه المساحة التي غبرت البلد بمفهوم الاحتلال طيب الحكم الحالي وبعض يقول بيضة ووجه النظام الساب نعم أنا حتى ما أتحدث بصوتي الشخصي أتحدث عبر تجارب المسرحية وأخر هذا هوم كون سبب من أعرض تحدث بما يحمل صوت المسرح وصوت الفنان الحر أنا رجل حر وأعطيت رأيي في الاحتلال وفي الحكم ومفهوم الدين ومفهوم الإمامة ومفهوم الرب العظيم كيف بالإمكان أن يكون قريبا من الإنسان كيف بالإمكان أن يكون الإنسان عابرا لمفاهيم بالية قديمة متخلفة أعتقد تجربة القادمة ستوثق وستأرشف وستقدم مفهوم جديد العمل القادم نفسها عننا نقول عادي عبر المسرحية العم العم إن شاء الله رب النجاح توفيق شون سبب يقاف عملك دهوم دهوم وغط لك احنا في معية الوعي المتخل لأم بي جرأ زايدة في معية حماية الكرسي في معية الخوف على الكرسي يعني دائرة دائرة منعة التجربة لأنهم يخافون على على بعض من كراسيهم البالية وبالتالي طلعوا الوزارة لم يكن لها دور إيجابي اللجان أيضا كان مفهومه متخلف بدلالة أن التجربة ذهبت إلى الشرقات وكان تأثيرها عظيم وذهبت إلى الأردن وكان تأثيرها أفضل وأفضل تمام ننتقل إلى صورة أخرى شي تحب بعدها خلصا الصور شكرا رأيك بفقرة شنو رأيك أنا بقيت لك أنا شهادت بكم مجروحة يعني عندما يكون التجربة فيها وعي بالإعداد عندما يكون التجربة بها تجاوز بالشكل المتداول في الإخراج عندما يكون أو تكون التجربة فيها واحد مثل وجهك محب ورطيف وقريب في دول عمرك أكيد مستمرين ياكم وصلنا إلى الفقرة الأخيرة لكن بعد الفاصل رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من برنامج شي تحب ونجد الترحيب بنجمنا غانم حميد هاي الفقرة أستاذ غانم خلى عرفك بيها فقرة أربح ونجح زين أعمال أربح ونجح كل سؤال أسألك يا اتجاوب أطيك حرف بالأخير تجمع الأحرف تطلع هذا شخصية رمز من رموز العراق وإذا تجاوب غلط ما أطيك هذا الحرف زين مثلا تجاوب علىها أطيك حرف ألف أو هي تجمع بالأخير وإذا أكو مثلا جاوب على ثلاثة سهلة أربعة أطيك أربعة أحرف شوف أنت وذكاك وبالقف له لدينا آخر شيء بنهاية البرنامج منه أكثر حصل على درجة أعلى إلى تكريم دارة البرنامج وقناة شكرا مقدمة بدول عمرك أول سؤال ما هي المدينة المسمات قبة الإسلام والله أحكي لك مقدمة اي أنا يعني أنشأت ثقافتي العامة من المسرح وأنهيتها بالمسرح جميل جدا بصراحة جميل قد أكون تماما حتى ببيتي يعرفون المعلومات العامة كل يش ضعيب بيش كل يش ضعيب بيش اه 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 فأحكي لك زين خلا أقرب لك الأشياء اه دائما الطبخ نساءنا نساء ونطبخ نجيب لنا هذا هيتها المدور الأسود اللي هو نوم اه تكملة ماتة شنو البصرة مثلا البصرة ها نعرف أنا لازم يخش زين زين هذا حرف واضح جين زين هذا مني إليك اه جاوبت الثاني ايجاوبتني لا جاوبتني السؤال الثاني كم عدد أرجل عن كبوت ايراد لإضاح هم يحتاج لإضاح ايضاح واحدك يقولوا لله أنا لا غيره أستاذ غانم هو زين اي اكو مثلا يقول لتمن صابون القلب أستاذ غانم هو صابون القلب كم عدد أرجل عن كبوت اكو دائما هاي اللعبة البليارد اي شين الاخر شي الكرة اللي تسجلها تتفوز يا رقم واحد لا اه بعد اجيب غراب عيشيك ايش اشي سوي لك بعد مالك حق مالك حق مالك تمنع اثماني اثماني السود اثماني ايه ايه السؤال الثالث ايه من هي ملكة سبأ في عهد سيدنا سليمان انا قلت لك خلسي لك لعدد نحول على الفن افضل افضل اقرب اقرب اه الفنان رفيق علي احمد شنو جنسيته اه رفيق سوري لا هو عمل عمل ملحمي سوري لكن هو مو سوري قريب يعني اذا مو سوري لبناني ايه نعم الجواب صحيح ايه لا اضطيك احرف آخر ستالث هذا مو زين زين اذا سرح سأسئلك شكسبير من اعمام شكسبير جليزي اصلي جليزي اصلي خلطك حرف الدال مو حسن سأسئلك منطقتك مثلا مو مثلا ايه ايه اسألك اكو عمل عراقي بسنة 2013 او 2014 او 2013 اللي هو باسبورد عالمسرح الوطني ايه كان من بطولة اربع شباب من المخرج مال هذا العمل مخرج شاب ايه 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 ابو ممثل ايه ايه علاق حطان علاق حطان جيد تحياتنا لعلاق حطان تحياتنا ليا اه اذا حرف السين زين ايه اكو عمل ايه عراقي بال 2014 اللي هو سامكو ايه عمل سامكو كان من انتاج شركة في النية من هاي الشركة سامكو سامكو ايه 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 لا اخال صحيح اعتقد اه اه سامكو ايه سامكو انتاج اه 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 باع ليه لا لا انا اقول لك شاس ما ايه اه ايه لا الى الله صديقي ومو الشركة انا اعتقد الشخص الشخص ايه اه صديقي صاحب بزون صاحب بزون تحية كبير لأبو كرار تحية كبير صاحب بزا ورياض ورياض ومتابع لدورة بطالة ووربا ايه نعم اه اه اشهر مدرب نجح فيه اللي هو قد رعاية التحاد القرات القدم اللي ما اسمه؟ اللي صار مسؤول التحاد القرات القدم ايه؟ ايه؟ ما اسمه؟ قطينه شوية منه؟ اسمه ناجح؟ ناجح موت ناجح موت هاي جاك حرف همين؟ حرف الياء بقى عندنا سؤال اللي هو كم عدد اهداف كريستيا رونالدا مع ريال مدريد؟ رقم بسيء يعني معرف انا على فكرة انا ريالية المفروض ايه انا ريالية ايه 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 بس معرفة مقهور من رونالدا راح ليوفو انتس بعدين مانشستر؟ خرب الفريق خرب انتهى؟ راح كله شان يحسم هو وذاك الثاني خربت السلفة ها ما تعرف ايج قدم سجله هداف؟ زيان عدد لي خمس لاعبين من ريال مدريد؟ ايه راح قروس؟ لا مؤذرة اذا ما اعرف هو عندنا القولتي كاسياس كاسياس ايه وعدنا الاسمر هسا اسمه مكالالي؟ لا لا الاسمر هسا اللي هو مهاجم وشتغل وسط ومهاجم مارسيلو؟ لا مارسيلو الكبير هذا المدافع مهاجم منه ماريانو؟ لا 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 ياه منهم؟ موسط اعتقد هو العرب كاسيم يرى؟ الطويل هسا دائما يجيب اهداف هسا بنزيمة؟ بنزيمة؟ واحد بنزيمة لا الاسمر ما اعرف ش اسمه والله بش اسمه؟ بس متابع لانه جيد اسمه اسمه قارثبيل منه؟ قارثبيل اذا قارثبيل ايضا لاعب مهم اكثر لاعب تحبه ريال مدريد؟ طبعا رونالدو رونالدو ايه رونالدو عدى 450 هدف ورقم قياسي وطريد اعرف انا قد عده اهداف اكثر من مبارياته يعني هو الشيء الصدف انه اعدي اهداف اكثر من اللاعبات اللاعبهم وهاي رقم قياسي لعب متفرد هسا اريد الطيك تحكيلي التكيب نمار ريال منه الذي يصنع دائما الذي يصنع حدف رونالدو ضد بوفونو بيوفنتس معروف؟ لا اعرفه معنا بس رقم اثنين ايه ايه كا اسمه كا كارفاخال 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 ايه كارفاخال استرغان مطيك وزارة لا لا احتيلك ايه انا متتبع جيد جدا متتبع جيد جدا بس الحفظ ايه 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 هس يقول رسلم بعد بارك صعف التاو هاي هذا الحرف المنطقية ايه شو هم أطك ايه 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 والدم اليصرخ خاشم هس تسوي شيء هس جمعنا ياه ايه ايه هس انت اخدت خمسين من مية لا على الحافة ستين ما لك علاقة لا لا سيداني وتسيد ايه طبعا هو قد لك الدم اليصرخ خاشم زين ايه هذا علم من اعلامنا مثلا ايه رمز من الرموز رمز زين اسم اول متوفي اسم اول ايه اول وثاني دين الحروف ايه زين اسمه اسم ابو ايه موضوع ايه 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 ايها ايه ايه مجاكر بلاكة ايه 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 منطين ايه ايه راد لك زيبيه بستاذ انا لا والله ايه ممكن زيبي يا رادي ايه نحاتينا واية احنا عدنا نحاتين عدنا عدنا الأشهر منه بينها أول حرف تربطها الجيم والأخير الياء الجيم والحرف اي ما جاني قل لي يا حتى أقسر جوات سليم جوات سليم طبعا من علاماتنا جوات سليم طبعا هاي شوية بينا الكبر لو بعد بس الكارز ما بعثي كارز ما وجوده كارز ما واللمعة وهذه صلاوات لا لا أهم شيء الوعي لا الوعي معلومات كبير معلوماتك أيضا قيمة الله يسلم انت مقامك عالي وكبير وحنا بقمة السعادة اليوم حين ما نستضيف رمز وفنان نجم واسم مهم ويهتم بالنوع مو بالكم النوع هو اللي يسوي لك تاريخ صح يعني صح أستاذ غانم سعيدين بيك فدولو شك وتحية كبيرة إليك شكرا وصلنا إلى ختام الحلقة شو رأيك ببرنامج تحب؟ أنا هسا بدأت أزعر على برنامج جيد أنه ما راح تسوي الاحتفال لأنه خمسين ما راح تلسين فخسران الحلقة الأخيرة بس مع هذا ما أتدري برنامج مهم في دول عمرك سهل سهل ممتنع أحلى هو هاي بساطة بس هو يعني تدري حضرتك قريب من الناس و هذا الأهم في دول عمرك شكرا شكرا لك وأنتم أيضا أحبة المشاهدين شكرا لكم نلتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين في امان الله اشتركوا في القناة